طلابنا الأعزاء الله يعطيكم ألف عافية ويعطيكم الصحة والعافية وإن شاء الله يسعد أبقاتكم في كل مكان أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة معي أنا الأستاذ عمر ملكاوي الآن نحن هنا في دورة التأسيس أو الدورة التحضيرية للغة الإنجليزية وزي ما شفتوا في الفيديوهات السابقة بدأنا بسلسلة مواضيع تأسيسية عشان تحطكم على الطريق الصحيح وعشان تعرجوا نقاط ضعف الموجود عندكم قبل ما تدخلوا في المرحلة القادمة اللي هي مرحلة التوجيه هذا التأسيس هو بشكل خاص مخصص لجيل 2007 و2008 اللي رح يكون إن شاء الله سنة جاي توجيهي ولكن أي طالب بيحب يتعلم اللغة الإنجليزية ويستفيد ممكن يحضر هذه الفيديوهات إن شاء الله يكون فيها الفائدة الكبرى الآن زي ما شفتوا في الدرسين السابقين إحنا بلشنا حكينا عن الجمل في اللغة الإنجليزية وكيف ترتيب الجملة وعناصرها وإيضا حكينا عن الأسئلة برضو أنواع الأسئلة وكيف ترتيبها ومحتوياتها الآن رح ننتقل على تفاصيل أكثر ورح نتحدث عن أقسام الكلام بشكل أساسي الآن في عنا أقسام أساسية ضرورية لازم نتعرف عليها من أقسام الكلمة يعني هذه الكلمة ممكن أن تأتي على عدة أشكال ممكن الكلمة تكون اسم ممكن الكلمة تكون فعل ممكن هذه الكلمة تكون صفة ممكن تكون حال ممكن تكون conjunction وهكذا أداة ربط فرح نبدأ بأقسام الكلام زي ما احنا شايفين في هناك أقسام للكلمة لازم نتعرف عليها في عنا النومز اللي هي الأسماء ورح نحكي عنها بالتفصيل والفربز برضو الأفعال رح نحكي عنها إن شاء الله الادوربز اللي هي الظروف رح نحكي عنها الادجفتفز اللي هي الصفات الآن هذول الأربع مواضيع رح ترجعوا تسمعوا فيهن مرة ثانية لما نتحدث عن الـ derivation اللي هو اشتقاق الكلمة فهذه الاشتقاقات الرئيسية من أي كلمة في اللغة الإنجليزية اسم فعل ضرف وصفة الآن أيضا ممكن الكلمة تكون preposition حرف جر حرف الجر رح نتحدث عنها ممكن pronouns اللي هي الضمائر برضو الضمائر رح نحكي عنهم بالتفصيل الآن رح نبلش بأول قسم اللي هو الأسماء الآن الأسماء في اللغة الإنجليزية موضوع جدا مهم تمام ركزوا صح صحو جهز لك فنجان قهوة أو كوب نس كافي وركز بالموضوع لأن الموضوع جدا مهم الآن الأسماء إذا مذكرين في الحصة الأولى حكينا أنه الفاعل ممكن أستخدم مكانه اسم أعوض مكانه اسم والمفعول به ممكن أعوض أيضا مكانه اسم فإذا هون ممكن أستخدم اسم وهون ممكن أستخدم اسم طيب إيش اللي بيهمني من هذا الموضوع الآن الاسم حكينا ممكن يكون اسم علم ممكن يكون يعني أسماء أشخاص مثلا أسماء دول أسماء أماكن تمام كل هاي أسماء أو أسماء أشياء من حولنا زي مثلا تابل طاولة زي تشير كورسي زي كومبيوتر كومبيوتر إلى آخره في يعني أسماء الأشياء من حولنا الآن اللي بيهمني عن الأسماء شغلتين الشغل الأولى أنه لازم نعرف هل هذا الاسم اللي أنا بتحدث عنه هو اسم مفرد اللي هو سينجلر ولا اسم جمع اللي هو بلورل فهاي أول تقسيمة مهمة لا الأسماء لازم أعرف هل الاسم هذا مفرد ولا جمع تمام هل هو مفرد ولا جمع الآن الأسماء المفردة هي أسماء يعني اسم يخص شيء واحد يعني أسماء الأشخاص مثلا هي أسماء مفردة أسماء البلدان الدول المدن هي أسماء مفردة أسماء الأشياء الواحد منها فقط هو اسم مفرد يعني تابل واحدة شير واحد ويندو واحدة وول واحد تمام؟ لما يكون شيء مفرد واحد هو يكون سينجلر الآن الاسم الجمع هو اسم يدل على مجموعة من الأشياء يعني تابل طاولة واحدة تابلز مجموعة من الطاولات معاته هاي اسم جمع student طالب واحد students طلاب مجموعة من الطلاب الآن الوضع الطبيعي اللي هو يعني خلنحكي 95% من الأسماء عشان نعملها جمع منضيف لها أس الجمع تمام؟ منضيف لها أس الجمع هون تمام؟ لكن في هناك أسماء ما بتكون بإضافة أس الجمع إذن هون هاي بضيف لها أس الجمع عشان أحولها لجمع يعني الاسم المفرد بضيف له أس الجمع فبيصير جمع تمام؟ فإذن هذا أول شيء أنه هذه الأسماء ممكن تكون أسماء مفردة ممكن تكون أسماء جمع مهم جدا أنه لما أطلع على الاسم هذا أحدد هل هو مفرد ولا جمع ليش؟ لأنه هذا الشيء مهم جدا عند اختيار الفعل المناسب أو عند تصحيح الفعل المناسب لأنه هذا الفعل إذا بدي أصححه بصححه بناء على ما سبقه اللي هو الفاعل وهذا الفاعل ممكن يكون اسم فإذا جاء اسم لازم أعرف أحدد هل هذا الاسم مفرد ولا جمع تمام؟ الآن التصنيف الثاني اللي بهمني اللي هو كالتالي تقسم الأسماء إلى قسمين ممكن يكون الاسم countable اسم معدود ممكن يكون اسم uncountable اللي هو اسم غير معدود طيب شو هذا الشيء بيفيدني؟ بيفيدني خليكم معين لأن الاسم countable هو الاسم المعدود يعني الاسم الذي يمكن عده الذي يمكن عده وأيضا يمكن جمعه إذن بقدر أجمعه بقدر أعده وبقدر أجمعه يعني معناته فيه منه مفرد وفيه منه جمع هذا الاسم countable الاسم المعدود ممكن يكون مفرد وممكن بقدر أجمع ويصير جمع فهو يحتمل الحالتين فإذن أهم صفة فيه أنه بقدر أعده واحد ثلاث أربعة بما أني بقدر أعده معناته فيه منه واحد وفيه منه مجموعة فيه منه مفرد وفيه منه جمع فإذن ممكن يجي plural جمع زي bones toys horses لحظوا يعني منتهي بأس الجمع تمام منتهي بأس الجمع فإذن ممكن يجي جمع وممكن يكون singular مفرد تمام ممكن يجي مفرد bone toy horse بدون أس الجمع تمام فإذن ممكن يجي جمع ممكن يجي مفرد هذا الاسم أيضا بقدر أعده يعني لما نحكي مثلا bones bones يعني عظام العظام بقدر أعدها عظم عظمتين ثلاث إلى آخر مثلا horses أحصنة بقدر أعد حصان حصانين ثلاث أحصنة عشر أحصنة فهذا هو الاسم المعدود بقدر أعده وبقدر أجمعه يعني بمعنى آخر أنه في منه مفرد وفي منه جمع تمام طيب لأن الوضع الطبيعي عشان أحول الاسم المفرد إلى جمع هذا الوضع الطبيعي اللي بنطبيق على قد نحكي 95% أو ربما أكثر من الحالات أنه هو بضيف S أو E S لالاسم فالاسم زي boat برح بضيف له S أو E S house بضيف له هنا E S طيب متى بضيف S ومتى بضيف E S لأن الوضع الطبيعي أنه معظم الحالات بضيف S في حالات معينة بضيف E S متى بضيف E S إذا كان الاسم ينتهي بواحد من هذول اللي هم مزد X O C H S H S بضيف الس ومزد إذا كان الاسم زي house لاحظوا الاسم اللي هو house تمام منتهي ب E هنا house منتهي ب E فبالتالي ما بضيف E ثانية لا بضيف E ثانية لأ خطأ بضيف بمعنى منتهي ب E خلص بضيف S مباشرة الآن أسماء ثانية مثلا bitch لاحظوا منتهي بCH لما يكون الاسم منتهي بواحد من هذول تمام بضيف له ES لأنه منتهي بCH وضيفت له ES هون منتهي بX وضيفت له ES لكن بالوضع الطبيعي معظم الحالات بضيف S فقط إلا إذا كان الاسم منتهي بواحد من هذول ZXOCHSHS S و SS فمثلا هون بس منتهي بS تمام بما أنه منتهي بS فأضيف له ES لأنه هي من ضمن الأشياء التي منضيف لها ES هون منتهي بCH فبالتالي رحضت له ES وهكذا إذن معظم الأسماء بضيف لها S وخلاص بحولها لجمع وفي حالات بضيف ES إذا كان الاسم منتهي بواحد من هذول المقاطع فإذن هون عشان أحول الاسم من مفرد إلى جمع من مفرد إلى جمع فإذن الاسم المعدود هو اسم يمكن عده واسم يمكن جمعه ففي منه مفرد وفي منه جمع الآن عشان أحول الاسم من مفرد إلى جمع بروح بضيف له S أو ES في معظم الحالات الآن بضيف S لمعظم الأسماء ولكن بعض الأسماء بضيف لها ES وهي في حالات لما تكون تنتهي بواحد من هذول المقاطع حكيناهم Z X O C H S H S S و S S تمام؟ تمام الآن الاسم المعدود آخر معلومة عنه الاسم المعدود أنا لما أسأل عنه بسأل عنه باستخدام How Money How Money لما يكون الاسم اسم معدود سأل عنه باستخدام How Money كامل عدد لأنه هون أنا بسأل عن شيء باستخدام أعده ففي منه عدد تمام؟ فلما بدي أجاوب سأجاوب عدد معين أنه three students four chairs إلى أخيره تمام؟ فهون أنا أعطيت عدد لأنه هذا الشيء باستخدام How Money النوع الثاني اللي هي الأسماء الأنكاونتبل اللي هي الأسماء الغير معدودي هذه الأسماء هي أسماء لا يمكن جمعها وتعامل معاملة المفرد وهون هاي شغلة جدا مهمة هذا الاسم الاسم الغير معدود هو دائما اسم مفرد بعامله معاملة المفرد نرجع شوي لورا حكينا السبجيكت هذا السبجيكت ممكن يكون اسم وهذا الاسم ممكن يكون مفرد جمع الأسماء الغير معدودة مفرد وليس الجمع الآن الاسم الغير معدود بقدرش أجمعه بقدرش أجمعه فيش منه جمع يعامل دائما معاملة المفرد تمام زي مثلا سبيشز زي ايركرافت زي شيب فش دير بلد منضيف عليها كل السوائل زي ووتر مثلا زي اويل زي ملك زي جوس في كلمات أخرى مثلا زي information زي pollution زي noise هذه الكلمات هي كلمات غير معدودة تعامل معاملة المفرد وبقدرش أجمعها الآن هذه الكلمات أنا بتعامل معها ككمية هون في المعدود كنت أتعامل كعدد كنت أحكي ثلاثة أجمعها ثلاثة أجمعها ثلاثة أجمعها إلى آخره تمام؟ فأنا هون كنت أتعامل كعدد لكن هون أنا بتعامل مع هذه الأسماء ككمية ككمية هون كنت أتعامل كعدد تمام؟ لأنه معدود هون بتعامل ككمية فلما أسأل عنها بسأل عنها باستخدام هاو مچ هاو مچ كمي الكمية لأنه بقدرش أعد المي بقدرش أعد الزيت أو النفط بقدرش أعد الحليب والرز إلى آخره هذول الأشياء بقدرش أعدهم بما أني بقدرش أعدهم بتعامل معهم ككمية قديش كمية هذا الماء مثلا أباتل أوف ووتر هنا حددت الكمية بمقدار زجاجة من الماء مثلا أكابوف ووتر أو أكابوف ملك اللي هو كوب من الحليب هون المقدار الكمية هي عبارة عن كوب من الحليب فهون هذول بتعامل معهم ككمية تمام؟ ككمية ممتاز؟ ممتاز الآن هون نحكي عن نهايات الأسماء المشهورة الآن الأسماء تمام؟ أو مقاطع أو عفوا أقسام الكلام كلها تمام؟ الرئيسية منها تمام؟ يعني هون خلنا أحكي لكم بعض الأشياء أقسام الكلام الرئيسية اللي قبل شوي كنا حكينا عنها قلنا اسم وفعل وصفة وظرف هذول الرئيسية تمام؟ لأن هذول احنا رح نرجع بالنسبة لجيل 2007 رح نرجع ندرسهم في درس اسمه الـ اللي هو الاشتقاب لأن كل واحدة منهم بهمني عنها أعرف شغلتين أعرف مواقع كل واحد فيهم ومقاطع كل واحد فيهم تمام؟ يعني كل واحد فيهم إله مواقع معينة في الجملة ومقاطع معينة تنتهي يعني بتكون نهاية هذه الكلمة فتصبح صفة أو اسم أو فعل إلى آخره تمام؟ فإذن مواقع ومقاطع خاصة بكل واحد فيهم مواقع ومقاطع تمام؟ هذا كله رح ناخده في درس اسمه Derivation Derivation اللي هو الاشتقاب تمام؟ الآن بالنسبة للسه احنا كنا نحكي عن الأسماء المقاطع فيه هناك مقاطع معينة تلحق بالكلمة فتحولها لا اسم من ضمنها Lone Mint I-T-E E-N-C A-N-C E-R-O-R I-C-E Logi و-I-S-T هذول بيكون في نهاية الكلمة فإحنا بنعرف أن هذه الكلمة هي عبارة عن اسم زي كلمة television نهايتها S-I-O-N فبالتالي هي اسم كلمة teacher نهايتها E-R فهي اسم تمام؟ هذول اسم لأنه نهايتين هذه المقاطع يعني أنا بميز الكلمة من المقطع اللي بيأتي في نهايتها ولازم أعرف وين مكانها المواقع لازم أعرف وين أحطها شو موقعها شو بيأتي قبلها شو بيأتي بعدها تمام؟ هذا الشيء كله سوف ندرسه بالتفصيل لما نحكي عن الـ ممتاز؟ ممتاز طيب الآن في عنا هون اللي هي حكينا 95% من الأسماء بيكون جمعها بإضافة S أو هاي اسمها جموع شاذة جموع شاذة تمام؟ يعني أسماء شاذة بيكون جمحة ليس بإضافة S أو زي إيش؟ زي توث توث شو جمحة؟ جمحة زي ومن شو جمحة؟ ومن زي ماوس شو جمحة؟ مايس زي وايف شو جمحة؟ وايفز تمام؟ وايفز أيضا ممكن نضيف عليها نايف برضو نايف ليسكين شو جمحة؟ جمحة نايفز نايفز أوكي؟ فهذه الأسماء شاذة جمحة بيكون ليس بإضافة السوياء مباشرة على الكلمة وإنما بيصير في هناك تغييرات على الكلمة لما نجمعها فكان هذا كل شيء بدي أحكي لكم عن الأسماء زي ما شفنا الأسماء هو جزء مهم من أقسام الكلام في اللغة الإنجليزية الأسماء ممكن تكون أسماء مفردة وممكن تكون أسماء جمع لازم أميز بين الإسم المفرد والإسم الجمع الإسم الجمع يعني بيكون مجموع بإضافة S أو E S للكلمة أو ممكن يكون أحد الجموع الشاذ زي ما شفنا في الجدول أيضا لازم نفرق ما بين الإسم المعدود والغير معدود هاي الأشياء كلها رح نحتاجها بعدين في قواعد أخرى يعني في قواعد في المنهاج لازم نتذكر أنه في عندنا اسم معدود وغير معدود لازم نتذكر أنه هذا الإسم ممكن يجي مفرد ممكن يجي جمع فهذه الشغلات مهمات لازم يعني تذكروهن وتفهموهن من هسه لأنه رح نحتاجهم في قواعد أخرى في المنهاج فزي ما حكينا في عنا أسماء معدود وغير معدود أسماء مفردة وغير مفردة الآن برضو للتذكير حكينا أنه الإسم ممكن يعوده مكان الفاعل وهو أول كلمة في الجملة فبالتالي هذا موقع من مواقع الأسماء أنه بيجي أول كلمة في الجملة قبل الفعل أيضا بيجي مكان المفعل به وهو ثالث كلمة في الجملة يعني بعد الفعل فهذور موقعين من مواقع الأسماء برضو منا ننتبه لهم فكان هذا كل شيء عن الأسماء أريد أن أتحكي لكم إن شاء الله نلتقي في الحصة القادمة إلى ذلك الحين دمتم بخير والله يعطيك ألف عافية اشتركوا في القناة